بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدي ومولاي موسى بن جعفر صلى الله وسلم عليهما ذلك الإمام الصابر الذي من أسمائه من ألقابه راهب بن هاشم والعبد الصالح بالإضافة إلى اسم الكاظم هذا الإمام ولد سنة 128 للهجرة في منطقة الأبواء قرب المدينة وامتاز عمره المديد الذي امتد إلى خمسة وخمسين عام بالكثير من الأحداث التي نقف عند بعضها لنستفيده مما يمكن أن نستفيده من هذه الحياة الزاخرة بالعطاء فلقد بقي الإمام مدة 20 عام مع والده الإمام جعفر الصادق صلى الله عليه وبذلك كان الإمام متتلمذاً في مدرسة الإمام الصادق ولا معاً مبارزاً فيها بل وقائداً لها في كثير من الحالات بمباركة الإمام لإظهار فضله فمثلاً في باب حسن العاقبة الإمام صلى الله عليه كان له قول في هذا الباب أقف عنده لأهمية موضوع حسن العاقبة في الحقيقة نحن نعاني ونشعر بأن كثير ممن نرى ونأمل أن لا نكون منهم والسامعين هم مصابين بسوء العاقبة فبينما تجده لامعاً زاهداً عابداً تقياً ورعاً في بداية حياته وما يلبث أن يفشل في الامتحانات امتحانات مهمة جداً في حياتنا يا أخوان وكل واحد من عندنا يدخل هذه الامتحانات شاء أم أبا هذه الامتحانات قسم منها امتحانات العسر وقسم منها امتحانات اليسر والرخاء فاللي يفشل في امتحان اليسر والرخاء وقد نجح في امتحان العسر أيضاً يعتبر فاشل ومقصر فمثلاً الإمام أو السيد محمد باقر الصدر قد سسره له مقولة لأصحابه نكاد نرى أو نلمس صدقها في هذه الأيام قال لهم من منكم ملك ملك هارون ولم يقتل موسى بن جعفر يعني تنبه أصحابه لأنه أنت الآن في حالة جهاد في وقته في حالة جهاد ومقارعة لظالم واضح ولكن هذا الظالم الواضح هذا الاختبار الواضح قد يكون أسهل الاختبارات الآن أنا ممكن كمثال ممكن إذا أحد أجاني وقال لي مثلاً تعال أقتل هذا الشخص ما أقبل أو تعال اسرق ما أقبل لكن إذا أجاني واحد وقال لي يشكوا بيها والناس كلها تسوي كذا وأنت موحسن من عدهم وإلى آخره وإذا أنت متاخذ غيرك ياخذ ممكن أن أمديدي على بعض المال مال الدولة ممكن أنه مال السحت ممكن أنه أغتاب شخص أو أنافق إلى آخره امتحان الأول امتحان ظاهر لكن الامتحان الثاني هو الامتحان العسير هذا الامتحان كثير من الناس نلاحظهم فشلوا في هذا الامتحان المثال الأوضح في القرآن في حسن العاقبة هو موضوع الذي يذكر في الآية التي مضمونها الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها كان هذا عند الإسم الأعظم وانتهى نهاية غير موفقة عندما أراد أن يدعو بالإسم الأعظم على نبي الله موسى اللي هو بل عم بن باعراء على كل هذا مثال الامتلاك أعز ما يمكن أن يمتلك الشخص ويكون على مرتبة عالية وينتهي بسوء العاقبة فهناك شخص نعود إلى الإمام موسى بن جعفر صلاة الله سلامه عليه هناك شخص يسمى عيسى بن شلقان هذا أجي إلى الإمام الصادق عليه السلام فبالطريق هو جاي شاف الإمام الكاظم الإمام كان بعده في ذلك الوقت شاب فلما نسأل الإمام قال لأنا أستفسر أنه ليش الإمام الصادق والدك يعني دي حجوه الإمام في فترة دعانا إلى أبي الخطاب وبعدين تبرأ منه ولعنه فأحنا لا نعرف يعني كأنما الإمام ضيعة فالإمام فالإمام الكاظم عليه السلام أجاب قال هناك ثلاثة أنواع من الناس نوع يفعل الخيرات ويؤمن ويستمر ونوع يفعل الخيرات ولكنه لا يستمر ونوع آخر يبدأ بداية سيئة سأنا داء ترجم معنى حديث الإمام وينتهي بحسن العاقبة والأمثلة موجودة لكن النوع الأول هم الأولياء والصالحين والأنبياء والمؤمنين النوع الثاني هو ما ذكرناه مثال بلعم بن باعوراء النوع الثالث هو السحرة في زمن نبي الله موسى على رسولنا وعليه وعليه السلام الذين يأكلون نعمة الله ويعبدون غيره هذا المثال الذي ورد وانتهوا نهاية جيدة بأنه عرفوا الحقيقة هسا ممكن سؤال ينسي لأنني قرأت فرد رواية عن القم وعن أساتذته يعني الرواية موثوقة المصادر الرواية تقول أنه هارون الرشيد احتال أو طلب من أحد أمهر السحرة في ذلك الوقت أنه يسوي فرد شيء ينزل أو ينزل من قدر الإمام الكاظم عليه السلام فدعا الإمام وكان مع الإمام خادم فهذا الساحر سوى نوع من السحر وكان كل ما يريد خادم الإمام يريد يأكل ما يقدر يأكل فضحك الرشيد وضحكه من حوله وظنوا أنه نالوا من الإمام بالحقيقة الإمام في ذلك الوقت نظر إلى أحد الستور أو الستائر بالنصف الستور وكان فيها رسمة أسد وأشار إلى الأسد وقال يا أسد الله خذ عدو الله وما كان إلا أن أجأ تحول ذلك الرسم إلى فرد أسد والتقم هذا يعني مو بس أكل التقمه هل قد كان متمكن الأسد فأغشي على الرشيد ومن حوله ولما صحه طلب من الإمام أنه يعني شنو الطريقة شنو الوسيلة اللي قدرت بها هذه تسوي العملية فالرواية تقعد تحلل هذه وتقارنها في موضوع عصى نبي الله موسى لأنه اللي جابنا إلى هذه الرواية هو موضوع السحرة الحقيقة أنه الإمام هو خير مصداق للحديث القدسي عبد يطعني تكون مثلي تقول لشيء كن فيكون فهو مصداق لهذه فهو بإمكانه وله الولاية التكوينية وموضوع الولاية التكوينية فرد موضوع من المواضيع الكلامية اللي ممكن في يوم إن شاء الله ممكن يتحدث عنه ومصادقه إلى آخرين فعند هذه الولاية مو فرد شيء غريب أنه يتكون هذه لكن الغريب أو اللي نرجع حتى نقارن أنه في زمن نبي الله موسى على رسولنا وعليه وعليه السلام شنو اللي يخلى السحرة يؤمنون وفي ذلك الخضم من الإغراءات من جهة من فرعون والخوف أيضا من فرعون شنو اللي يخلاهم يضحون أو يزهدون بالحياة مقابل أنه هذه الحقيقة اللي يتعلموهم ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون الحقيقة السحرة في ذلك الوقت شافوا أنه اللي كانوا يسووهم الله سبحانه وتعالى يقول سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم معناها كل الحركات مالتهم هي ليست حقيقية يعني ليست خلاقة لا تسترقى إلى درجة الحقيقة كلها عبارة عن خيالات أوهام سحروا أعين الناس فلما انسحروا أعين الناس قدروا يؤثرون فيما أنه يخلون الناس يشوفون اللي هم يريدوهم يشوفوه المسرحي أو السينمائي صنعوا الحدث الدرامي فمن صنعوا الآن وهذا بالضبط اللي يصير ما يسمى بالخدع والحيال السينمائية يسوون مؤثرات ويسوون أصوات وهذه كلها محقيقية هذا اللي يسووا السحرة في زمن هارون فيها في زمن فرعون ولكن نبي الله موسى كان عندما ألقى عصاء الله يقول فإذا في مكان يقول حية تسعى وفي مكان آخر يقول ثعبان مبين لأنه هي حقيقية أصبحت العصى أصبحت ثعبان وشافوا أنه هذه العصى أصبحت ثعبان فهنا عرفوا أنه اللي جاء بهم هو الخرافة والأوهام والكذب بينما اللي إجابي نبي الله موسى هو الحقيقة الآن هذه الحقيقة اكتشفوها السحرة بالسحر آخرين يكتشفون الحقيقة بمؤثرات أخرى مثل ما تعرفون أنه كثير من عتات قريش آمنوا عندما سمعوا القرآن ليش لأنه القرآن شافوا فرد واقع حقيقي بعيد عن مستوى الشعر والزجل والكلام المنمق وإلى آخره لمسوا الحقيقة وهم الخبراء بالحقيقة هم الخبراء باللغة يعني فعرفوا الحقيقة اليوم أي واحد من عندنا كل حسب اختصاصه مثلا الطبيب إذا كان يسوي عملية وإجاء واحد آخر سوى فرد عملية بطريقة كلش مميزة الطبيب واحد يعرف أنه هذه العملية كانت مميزة الآخرين قد ما يشوفوها مثل ما المهندس مثل ما إلى آخره كثير من الشخصيات فإذا نرجع إذن الرواية التي ذكرناها الإمام موسى الكاظم أوجد بإذن الله وبقدرته وليس على وجه الاستقلال أوجد هذا الأسد الحقيقي وبالتالي الكلام هو في هذا الباب الآن هذا الموضوع حسن العاقبة واحد من الأمثلة التي تبين حقيقة كثير من جوانب شخصية الإمام إحنا ابتداء من المتكلم نحتاج إلى معرفة كثيرة بعلم الإمام مكانة الإمام طبعا ما رح نصل إلى الغاية في هذا ولكن يجب أن نتعمق حتى نقدر نفهم وبنفس الوقت حتى نقدر نميز الروايات التي تتكلم عن بعض مظاهر علم الإمام أو إمكانياته أو مقاماته أو إلى آخر حتى ما ننساق وراء روايات ما يسمى تاريخيا بالإسرائيليات وبنفس الوقت ما ننساق وراء روايات تقصر من حق الأئمة وتقصر من مقامه الآن قلنا الإمام ولد 128 إذا عرفنا أنه الدولة الأموية سقطت رسميا سنة 132 فإذن الإمام عاصر مروان بن محمد يسمى مروان الحمار في أواخر الأيام وتدرج مع بني العباس وصولا إلى هارون الرشيد فالكلام أنا حقيقة حبيت أنه أتكلم بهاي الدقائق المتبقية عن عصر الإمام الكاظم عصر الإمام الكاظم حتى نعرف إحنا شلون ممكن أنه نتعامل مع هذه التيارات التيار الأول والأهم الحقيقة اللي كان في ذلك الوقت هو تيار الإلحاد هذا التيار كان مبعث بعض المتكلمين أو المتقولين الذين يجدون في أنفسهم من الطاقة ما يعتقدون أنها تفوق قدرة الله أو تفوق قدرة الأئمة وتفوق قدرة النواميس الطبيعية فبالتالي ينطون إلى نفسهم فرد إمكانية أو جرأة على أنه يعلنون الإلحاد وكان للإمام الصادق صلوات الله سلامه عليه باع كبير في الرد عليهم ولكن هذا التيار الحقيقة خلينا نشوف أنه عتات بني العباس أمام المد أو الحقيقة العلوية هذا الموضوع يحتاج لفرد توضيح تاريخي لأنه مثل ما تعرفون بني العباس نهضتهم الأولى كانت يالأثارات الحسين وبالتالي استغلوا الجانب العاطفي واستغلوا المحبة التي لدي الناس لأهل البيت وقدروا أنه يوصلون وبعد أن وصلوا مثل ما تعرفون قصة أبو جعفر المنصور وعبد الله المحض وأبناء إبراهيم ومحمد ذو النفس الزكية حيث أنه عبد الله المحض بناء بالأسطوانة في مسجد الكوفة يعني واحدة من أسطوانات من أعمدة مسجد الكوفة حط بها وهو حي فبالبداية كانت الدعوة محمد بن علي وبالعباس السفاح أنه يدعون إلى أنه عبد الله المحض عبد الله المحض للي ما مار عليهم هذا الاسم هو عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن أم هي سكينة ابنة الحسين فهو يسموه المحض لأنه من الجهة يرجع إلى الإمام علي سمي عبد الله المحض عبد الله المحض سنحن نريد هوايا نمشي في هذا الموضوع حتى نرجع على موضوع الإمام الكاظم عبد الله المحض ما ما كان دورة واضح في زمن الإمام الباقر صلى الله عليه السبب هو أن الإمام الباقر هو أيضا محض لأن الإمام الباقر هو ابن علي بن الحسين من جهة وأم فاطمة بنت الحسن فهو محض أيضا لكن الكلام صار عنده بزمن الإمام الصادق صلى الله عليه عبد الله المحض أولا أكبر بالسن وثانيا وثانيا نصور بإمكان أنه ينافس الإمام وكأن المسألة هي مسألة قرب نسبي من رسول الله أو من أمير المؤمنين أو تفوق عمري فعلى كل الدعوة ما تلتزموها بني العباس لما فيها من إضعاف لهيبة الإمامة وبالتالي انتقموا من آل الحسن شر انتقام في مكان هذا المكان عبد الله المحض وفي مكان آخر في ثورة الحسين بن علي الخير ثورة فخ في زمن الهادي على كل فكلامنا عن أنه تيار الإلحاد غذت الدولة العباسية غذت طغاة بني العباس الهدف من عنده أنه يقف أمام المد العلوي حيث أن العلوي كانوا يمثلون دائما نهج الحقيقة أو نسميها المعارضة الحقيقية التي لم تكن تلوق أو تعجب الحكام من بني العباس مثل ما كانت تعجب الحكام من بني أمية فأذن التيار الأول التيار الإلحاد الإمام في مقارعة هذا الباب هو دعا أولا إلى الحفاظ على النخبة الصالحة هذه المجموعة التي أنشأها الإمام الباقر والصادق الحفاظ عليها تنميتها تحصين الشيعة فكريا وعقاديا من خلال الإجابة على أسئلتهم من خلال الرد على الملحدين من خلال إضاح التوحيد والنبوة والإمامة في المجالات المختلفة ونجاح الإمام في هذا الباب النقطة الأخرى أحنا أيضا نجي على واقعنا نعاني من التيارات الإلحاد أو اللادينية أو إلى آخره أو المستهزئة بالدين وأحنا في هذا البلد نعاني منها أكثر من البلدان العالم الإسلامي لكن بالعالم الإسلامي مبتلين بشر آخر أقوى من هذا الشر وهو شر الفرق الإسلامية خلفاء بن العباس لعبوا على هذا الحبل أو عزفوا على هذا الوتر كما يسمى بشكل مدروس وليس عفوي كانوا يدعمون واحد من التيارات أو يدعمون واحدة من الفرق الهدف من عندها أولا إيجاد بديل معترف لمذهب أهل البيت عن مذهب أهل البيت والمسألة الأخرى هي توجيه أنظار الناس إلى هذه الخلافات الآن نلاحظ أنهم دعموا في البداية أصدروا فتوى أنه المنصور أصدر فتوى هي أنه مالك ما يقوله مالك يهتف به مالك هو الحقيقة غير ما هو الحقيقة بعدين طبعا انقلبوا على مالك وكانوا التزموا مذهب أبو حنيفة والتزموا مذهب الآخر على كل موضوع الفرق الإسلامية أولا ظهرت الفرق نشأت في هذه الفترة بشكل واضح والمسألة الأخرى أنه الحكام بني العباس الحكام الظلمة دعموا هذه الفرق الآن نروح للعراق وشوف أنه نفس المعاناة الفرق هذه تسميها فرق أو تسميها أحزاب أو تسميها تيارات أو تسميها معرف أيش الآن مسميات مختلفة لحقيقة واحدة وهي حقيقة الفرقة وحقيقة التنافر وعدم معرفة النهج الصحيح فإذن هذا هو الجانب الآخر الجانب الثالث من ميزات عصر الإمام الكاظم في زمن العباسيين هي القسوة القسوة المفرطة في التعامل مع الحركات المناوئة حتى وإن كانت حركات فكرية يعني ما يسمى اليوم بالتعبير مصادرة فكرية الحسين بن علي الخير مثل ما ذكرنا يعني يقول لو لا أن الحسين بن أمير المؤمنين بن فاطمة الزهراء لكانت واقعة فخ أفضع من واقعة الطف ولكن الحسين ابن علي هو الحسين على كله والقصة طويلة في موضوع واقعة فخ ولكن النهاية المؤلمة أنه بني أمي رفعوا الرؤوس وعافوا الأجساد دولة لا قطعوا الرؤوس وجابوا الأجساد وسطروها وخلوا فوقها فرش وقاموا يدوسون هما على الأجساد والشعراء قالوا في هذا كثير على كل فهذه هي النقطة وقصة مثلا حميد بن مسلم اللي في زمن الإمام الرضا أيضا معروفة من أنه سبعين علوي من يقطع رؤوسهم وإلى آخره وكثير من هذه بل أنه وصية أبو جعفر المنصور إلى ابن أنه قال أنا أنطيك شيء واحد أخليه عندك هذا أريدك تفتهمه يعني ملك ما لنا موجود سر الملك موجود هنا فلما قال أشوف الكياه قبل ما يهلك وإذا بي يفتح باب وإذا بيها جماجم قال هذه جماجم علويين إذا أبقيت هذه جماجم إذا أبقيت جماجم العلويين دائما رؤوسهم مقطوعة الحكم ما لك يبقى تشوف القسوة أو الطريقة غير الإنسانية غير الدينية اللي كانوا يتعاملون بها بني العباس طبعا هذا النار شررها صاحب الإمام الكاظم صلى الله سلام عليه وإذلك عانى ما عانى من الفترات السجن بالحقيقة أنا قريت فرد كتاب في باب التحضير لهذا الموضوع الحقيقة الوصف مؤلم يقول كان طبعا تعرفون أنه الرشيد القصة أنه الرشيد إجاء إلى المدينة وقال السلام عليك يا عماه للرسول صلى الله عليه وإمام كان موجود وقال السلام عليك عبتاه والمناظرة التي صارت والخزي التي أصاب هارون في تلك المناظرة وعندها انتجه إلى قبر النبي وقال لأنه أنا بعد ما ملام فيما أسوي بهذا وسير قافلتين متشابهة وحدة باتجاه بغداد ووحدة باتجاه البصرة وخلى الإمام بالقافلة التي باتجاه البصرة على كل لما راح بالبصرة الإمام السجان مالته بعث قال لي أنت أنا بالنسبة لي طبعا ذاك بعث قال لي أقتله قال لي أنا ما أدخل في هذا يعني هذا الدم ما أسفك وأخذه وبعدين الفضل البرمكي وبعدين السندي بن شاهك الموضوع الذي قرأته بالكتاب أنه يقول السندي بن شاهك كان بالإضافة إلى أنه هو حاط الإمام في ظلم المطامير بحيث أنه ما يميز الليل من النهار وضيق وإلى آخره كان أيضا يزعج الإمام ومنقول الكلمات الأخرى في تعرض للإمام فإذن كان الموضوع العذاب النفسي الذي عانى منه الإمام أكثر من العذاب الجسدي وكان الإمام في هذا مثال صابر لأنه كان يعني بالمقارنة مع نبي الله يوسف على رسولنا وعليه عليه السلام نبي الله يوسف طلب من واحد من الثنين اللي كانوا يطلعون من السجن قال اذكرني عند ربك فالله سبحانه وتعالى كان أنه هذا ترك الأولى ولبث في السجن بضع سنين بسبب من هذه الإمام لحظات 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 الأخيرة في حياة الإمام بعد أنه سقا السم السندي بن شاهك وبقى الإمام يتألم وكان وعندما سندي بن شاهك جاء بثمانين من وجوه المدينة وشوفهم أنه قالهم شوفوا موسى طبعا بعد ثلاث أيام بعد ما زالت أثار السم وإلى آخره قالهم شوفوا سليم ما مضروب ما إلى آخره ومات على تعبيرهم حتف أنفه يعني مات طبيعية وطلعوا الإمام وشيء الوحيد اللي اللي سووه أو من الأشياء اللي سووها بالحقيقة هي أنه طلعوا بقيودة وهذه ظاهرة غريبة كانت أنه ميت ومقيد ومسألة الأخرى إمعانا في الإذلال لمحاولة منهم للإذلال لمنهج الإمام ولشخص الإمام وجسد الإمام جابوا أربعة من الحمالين وخلوا على الجسر ببغداد ونادى المنادي هذا إمام الرافضة يا ذساق المرضوض بالقيود أيها المعذب في ظلم المطامير نسأل الله بحقك وبحق شهر رجب الأصب أن لا يحرمنا أجر المصاب بمصيبته وأن يجعلنا معكم معكم لا مع عدوكم ونقول أيضا يا سيدي ويا مولاي ما أحلى المقام بقربك وما أحلى أن نكون الآن والسامعين في حضرتك يا مولاي مع جموع الهاتفين والصابرين والمتوجهين والمعلنين الولاء سيدي ومولاي أنت نعمة جار ونحن الذين خسرنا بفراقك يسأل الله أن يجعلنا من المعزين لسيدي ومولاي صاحب الزنان بذكر استشهاد جده ومن الذين يحشرهم الله وهم في حسرة ولوعة على مصاب الإمام الكاظم وأن يجعل بعد المسافة بعدا مكانيا فقط ولكننا معهم وقلوبنا معهم ونقول سيدي ومولاي أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شكرا